اشتركوا في القناة طب القلوب فرحت حياكم الله أيها الحب وحول هذا الموضوع حول علاقة الذكاء الاصطناعي بالطب وحكم هذا الجانب وما يتعلق بالجوانب الفقهية أرحب بيظيف الكرام داخل الستوديو معي الدكتور الفاضل محمد ظاوي العصيمي أستاذ ورئيس قسم الفقه في كولية الشريعة في جامعة الكويت حياكم الله دكتور وسعيد بلقائك وإذا نرحب بيظيفي الفاضل الدكتور علي عبدالوهاب اختصاصي قسم جراحة المسالك البولية وأيضا الروبوت الجراحي يا كلا دكتور سعر المبارك أهلا وسهلا فيك طبعا دكتور محمد مدى معك هذا الحوار ونتكلم عن موضوع جدا مهم يتعلق بكما عشرنا قبل قليل إلى الذكاء الاصطناعي وما شاء الله تطبيقاته المتعددة في استخدامه في كل مناحي الحياة واليوم نتكلم في هذه الحلقة عن استخدامه في الطب تحديدا سنتكلم عن هذا الجانب ومستقبل هذه الأمور وما يتعلق بالجوان الفقهية كول محمد نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم حقيقة على هذه الحلقة متجددة في موضوع البنكات الصناعي بالنسبة لما يتعلق في الجانب الفقهي نحن قلنا ربما في حلقة ماضية أن الفقه حقيقة لا يقف حاجز أمام الانتفاع بمثل هذه التقنيات الحديثة جميل لكن كما ذكرت هناك قواعد شرعية يجب اليوم قبل إعطاء الحكم الرجوع إليها هناك أدلة ومستندات نصوص عامة قد تكون أحيانا أدلة أخرى غير النصوص قضية الإجماعات القياس قضية اليوم المصالح قضية اليوم المحافظة على الضررات وغير هذه كلها الشريعة تجعلها ضوابط مهمة جدا في قضية التعامل مع الذكاء الصناعي خاصة في المجال الطبي إضافة إلى قضية أهم من هذا كله وهي قضية أيضا تتعلق في الأخلاقيات التي يجب أن يتعامل بها من يتعامل في مثل هذا الذكاء الصناعي في المجال الطبي وعلى سبيل مثلا قضية الخصوصية المسؤولية قضية تجنب المخاطرة وتجنيبها قضية الدقة وقضية أيضا الرقابة عدم يعني رفع الطبيب إيده من مثل هذه الأجهزة التي تجعل اليوم النتائج ربما تكون ضارة على هذا المريض في المستقبل وهذا بلا شك أنه أكيد اليوم ما في جهة اليوم ستتحمل مسؤولية حينما تتعامل في مثل هذه التقنيات الحديثة إلا بضبطها بضمن قواعد ونظم وإجراءات تؤدي إلى نتائج إيجابية في النهاية ديرك رحمد خلنتكلم يعني الآن حول المستقبل خلق الدراسات الفقهية والشرعية هل هناك توجيه من قبلكم يبلغ شكل طبعا هل توجيهون طلابكم لدراسة هذه المواضيع المهمة في بحوثهم ورسائلهم إن شاء الله مستقبلية نحن حتى في الندوة التي عقدت نحن كان من ضمن التوصيات اليوم ضرورة اليوم أن كثير من الطلاب الذين كانوا محاضرين هم طلاب الدراسات العليا ما تستطيع دكتراح في غالب أن هم هذين أصلا مطالبين اليوم بأن يكتبوا في مواضيع نازلة جديدة الواقع نفسه وهذا الذي كان أشرنا عليه في مجموعة من العناوين في نهاية الندوة أشرنا على بعض الطلاب أن يختاروا مثل هذه المواضيع وأتوقع أن حتى عندنا في الكلية ما عندها مشكلة اليوم أن طالب يريد أن يكتب في نازلة حديثة ويفيد حقيقة المجتمع على الأقل يكون نواة في مثل هذه الكتابات لأن هيئة الكتابات في مجال الطبي في الذكاء الصناعي ما زلت تقول أنها لا زالت قليلة وشحيحة جميل يمكن قد يكون السبب هو التخوف ممكن قد يكون السبب عدم التصور وعدم التصور بلا شك يقود إلى الخوف في الكتابة في أي موضوع بلا شك لكن حضور الندوات التي يحضر فيها دكتور علي وأخوان وأيضا زملاء من الأطباء بلا شك أنهم يسهلون علينا اليوم أن يتصور الطالب حقيقة مثل هذا الذكاء الصناعي في المجال الطبي جميل تزيل الرهبة الموجودة والحاجز النفسي حتى يقدم الطالب على الكتابة مثل هذه المواضيع وغالبا في مثل المواضيع هذه حتى في الأبحاث التي نوقشت فيه كان هناك أيضا مشرفين مشاركين من كلية الطب ما شاء الله هو بيني بيني نعم بلا شك نحن أصلا اليوم أي علم حديث يجب لكل طالب يستكتب فيه يرجع إلى قبل فترة كان هناك مناقش لأحد الطلاب في القانون المدني المشرف المشارك في كلية الحقوق نفس الشيء في رسالة الأخ الدكتور عثمان العوضي كانت المشرفة مع المشاركة الدكتور منالبو حيمد في كلية الطب ونفس الشيء أيضا يقال في مثل بعض العلوم الحديثة جميل طيب دكتور علي رحضيك من جديد دكتور علي خنتكلم معك عن هذه التقنية الذكال الصناعي ودخولها دكتور لعالم الطب دكتور خنتكلم عن أثرها حاليا وتأثيرها عليكم كأطبة فيها الجانب يمكن التطور خنقول التطور التكنولوجي خنقول صاير أسرع منه بالضبط وإذا نحن لا نواكب العصر سنقول أن سنكون في آخر صفحات التاريخ مؤخرة الركب بالضبط فوجود تقنية الذكاء الصناعي خاصة الذكاء الصناعي التي تم تجريبها يجب أن نؤكد على هذا الشيء نعم سنقول أن هناك جزء منها خاصة في الجزء التشخيصي لا أدري إذا سمعت أن قبل فتاة طاعب الأخبار وهو برنامج التشات جي بي تي بالضبط بالضبط الذي في أحد المرضى نعم خنقول دار الولايات المتحدة كلها لكي يحصل على تشخيص صحيحة مرضى العصبي نعم والذي شخصه هو البرنامج التشات جي بي تي مع أنه برنامج كتابي و فقط لغوي فقط تدخل بيانات لك تحليق بما أن المريض خنقول الأخذ والعطم مع البرنامج قدر البرنامج عن طريق التحليل البياني و يكمل معلومات الموجودة أنه يوصل إلى التشخيص هذا التشخيص صحيح صحيح معنى مو طبيب اللي يقام معنى هو برنامج نعم معنى هو مو طبيب و ما بالك في المستقبل القادم إن شاء الله سيكون تطبيقات الذكاء الصناعي أعلى من ذلك كما بالك أنت تقولني تذكر علي فعلا إلى موضوع جدا مهم أنت ذكرت شات جي بي تي وهذا أحد صور تطبيقات الذكاء سنتكلم شنو صور تطبيقات في مجال الطبي حاليا في الوقت الحال تطبيقات الذكاء الصناعي التي تساعد في تشخيص المرضى هي تطبيقات في معظمها تشخيصية أهم واحدة من أهمها الموجودة في دولة الكويت هو التصوير الشبكية الشبكية التصوير الشبكية لا يحتاج إلى دكتور يوسع لك عينك و يطل و مرفى ظلمة مجرد كاميرا تصور الشبكية مالتك تقارنها بملايين كم المعلومات الموجودة في الجهاز و تقارنها و تشوف التغيرات المصاحبة لمرض الضغط أو مرض السكر و تعطي التشخيص المناسب و تقول لك هذا المريض يحتاج تدخل عنه من طريق اللي هو جراح العيون يا سلام أيضا موجود هذا حاليا في طور التجربة في طور الإعداد اللي هو في الأمراض الجلدية عبارة عن كاميرا أيضا تصور لك البقعة الموجودة على الجلد و تقارنها بمئات الملايين من الصور اللي تم إدخالها و تم إثباتها عن طريق أخذ العينات و تعطي التشخيص المحتمل الأكبر أو التشخيص الأول والثاني والثالث ممتاز لكن دكتور هل يعتمد عليها يوفر وقت في عملية التشخيص و عملية العلاج لكن دكتور هل وجود كمل هائل من البيانات في الجهاز هل بالتالي أيضا يعتمد علي دكتور في تقليل أو عدم الخطأ حتى لو نرجع كل ما زادت المعلومات ها ليس الخطأ يقل يقل أحا لا أعتقد أن نصل في الوقت الحاضر إلى نقطة اليقين ولكن نقطة أغلب الظن أنه بنسبة 99.9% يصل أصلاحي نعم تكلم عن مستقبل عن النوع مني الدراسات و وفق النوازل أيضا تكلم محمد كونكم كأساد مختصين في هذا الجانب يعني تحكيمكم إن شاء الله مثل الرسالة لفحمد كيف يتم تحكيمها وأيضا إعطاءها يعني حكمها الشرع والفقية في ذلك تكلم محمد كون أيضا من النوازل اللي يتم تصورها إلى الآن وهذا أمر موسى هلاكيد لا بلا شك يعني اليوم الفقية أو الباحث يعني من أسباب حقيقة الحكم على صحة يعني البحث ودقة النتائج هو ربطة بأسباب نجاح البحث اللي هي المعروف القواعد العامة قضية الدراسات السابقة النتائج الصحيحة هذه كلها بلا شك تبنى عليها صحة اليوم أو دقة البحث العدم التصور الصحيح كما ذكرت لهذه النازلة بالرجوع للمختصين اليوم حتى أن تتعرف في الذكاء الصناعي في مقدمة بحثك لابد أن اليوم لا يوجد تعريف فقه للذكاء الصناعي لكن هذا سيرجع تعريف علمي للمختصين فيما يتعلق بالذكاء الصناعي فالرجوع إلى مثل هذه الأبحاث وغالباً قد تكون أبحاث أصلاً غير عربية يعني بالضحية مترجمة للعربية وكذا هذا أيضاً بلا شك أنها مفيدة والشريعة لا تمنع من استفادة من أي إنسان أي أن كان دينه أو أي أن كان لغته إذا كانت بالنهاية مؤداها و المحصل النهاية هي انتفاع البشرية بمثل هذه ذكر قوي شئ تقول عليه ذكر محمد أن مسألة الآن التشخيص بشكل كبير يعتمد على الجهاز نفسه والتقنية هل ذكر هذا يقلل من مسؤولية الطبيب نفسه يذكر المعالج فيها جانب طبعاً كم جانب فقهي نحن عندنا من الجانب الفقهي حتى في الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطبب و لم يعرف بطب فهو ضامن يعني لاحظوا أن الشريعة لا تضمن الطبيب الماهر المتقن لعمله هي تضمن الطبيب الذي ربما يتعامل اليوم مع الذكاء الصناعي بطريقة سلبية هو غير متصورها مثلاً و هذا إن شاء الله بعيد و قد يكون متصور أن هناك طبيب قد لا يكون عندها اليوم الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه الأجهزة و في الغالب تكون نتائج نتائج سلبية يتضرر بها المريض هنا ما يجوز إخلاء مسؤولية الطبيب في مثل هذه الحالة لكن في حال أن الطبيب تعامل مع هذه الأجهزة و على مدى مئات العمليات حصل له خطأ وارد اليوم قد يكون هذا الخطأ أمر مفاجئ طارئ أو أمر يعني ما كان عندها اليوم القدرة على تداركه جميل هنا المسؤولية تقع اليوم لا شك على الطبيب لكن تتحملها الجهة التي التي تؤمن هذا الطبيب اليوم سواء في وزارات الصحة أو مسشفة خاصة شركات تأميل مسشفة خاصة و الشريعة لا تمنع من هذا جميل بلا شك و هذا أصلا يجعل المريض أصلا يتطمن أنه صحيح أنه يستطيع أن يسلم جسده اليوم لكن حقه محفوظ نعم لأنه في النهاية هو يعرف شنو نتيجة اليوم صحيح أي خطأ قد يريد إذن دور علي في حين مع قدرة الجهاز على التشخيص الكامل أين المسؤولية الطبيبية حق الطيب نفسه في هذا التشخيص سنقول في الفترة القادمة الفترة المنظورة نعم ستكون مسؤولية الطبيب هي المراقبة و المراجعة مراقبة والتأكد من أن جهاز يعمل بشكل سليم و أن المعلومات قادت تتخلق مطابقة للواقع مثلا ممتاز قبل إعطاء أي علاج ممكن أن يضر المريض جميل نعم هذا شيء جدا مهم يعني تأكد من دقة تشخيص الجهاز نفسه تشخيص المريض قبل إعطاء العلاج بحيث أن نحن نطمن بشكل بياني دقيق أن هذا الجهاز يستطيع له القدرة على التشخيص الدقيق من غير الحاجة لعمل أي فحصات إضافية يا سلام عن طريق الطب التقليدي صحيح و هذا ينقلنا من حقبة إلى حقبة يديدة صحيح نعم نتكور هذا السؤال هل حقبة هل ممكن الذكاء الاصطناعي أنه هل محل الأطباء هل ممكن سنقول هناك قفزتين حصلوا خلال 4 سنين من فترة الكورونا إلا هذا اليوم سنقول أول واحد فيهم كان هو التطبيقات الذكاء الصناعي في تصنيع اللقاحات صحيح ما كان يمكن بالطرق التقليدية تصنيع اللقاحات إلا عن طريق سنوات ممكن كانت الجائحة تستمر إلا يومنا هذا نعم لو لا وجود سنقول تقنية الذكاء الصناعي في قراءة شكل الفيروس وعمل اللقاح اللازم صحيح القفزة الثانية إذا كنتم تذكرون فترة الكورونا اللي هو إيلون ماسك مالك شركة تيسلا و شركة نيورلينك نعم اللي عن طريق شركته قاعدين يحاولون في دراسة الموجات الذهنية وعمل كم من البيانات لزراعة شريحة صحيح هذه قد تساعد في المستقبل مرضى مرضى الشلل مرضى الرعاش مرضى الأمس أنه يستطيعون يمارسوا حياتهم بشكل كامل قبل أكثر من شهر أو شهرين شاهدنا المريض المصاب بالشلل الرباعي عن طريق زراعة الشريحة كان يستطيع أن يتحكم جهاز الكمبيوتر فقط عن طريق التفكير صحيح فما بالك في المستقبل أبعاد سيكون في نهاية مسيرة المهنية سنرى هذا على أرض الواقع ولكن يمكن أن عياننا سيشوفون هذا الشيء بشكل واضح إذن نحن مكملين معكم أكثر لدينا هذا الفاصل وراجعين معكم إن شاء الله إذن حبتنا فاصل وراجعين لكم خلكم معنا إذن معكم من جديد حبتنا رجعنا معكم في هذا الحوار وأعود بهذا الحوار من جديد لضيفي الفاضل الدكتور محمد أضاوي العصيمي حكرا لذكر من جديد إذن دكتور محمد ما شاء الله هناك يعني فعلا هالموضوع له جوانب متعددة وجوانب فقهية وأيضا أخلاقية وأيضا خاصة بالمسؤولية الطبية إذن الموضوع له ما شاء الله أبعاد ذكر أديدة طبعا بلا شك إحنا قلنا الذكاء الصناعي حقيقة هناك خطوط متوازية في قضية اليوم التعامل مع في ذات الوقت اليوم نمتكلم عن الذكاء الصناعي في الجانب الطبي في ذات الوقت أيضا هناك مساء المستجدة تتعلق مثلا الذكاء الصناعي في الجانب المعاملات المالي مثلا في جانب البحث العلمي صحيح في جوانب كثيرة جدا لكن تبقى كما ذكرت إذا جئنا نصنف الاهتمامات أو الأولويات لا شك أن الجانب الطبي يجب أن يعطي مسؤولية اليوم لسبب الأمر الأول أو عدة أسباب الأمر الأول قضية اليوم حاجة المرضى إلى مواكبة هذه التقنية الحديثة للوصول إلى نتائج سليمة قضية التشخيص السليم وكلنا يعرف اليوم التشخيص هو جزء كبير من العلاج ومن خلال ما ذكرت الدكتور علي أن اعتماد على الذكاء الصناعي في قضية التشخيص يعني يفوق الاعتماد على قضية العلاج صحيح وهذا يختصر لك وقت طويل جدا بالضبط إضافة إلى أن إذا قضية اليوم تخفيف الكلفة المالية صحيح اليوم وقضية اليوم الإجراءات الروتينية الإدارية وغيرها حفظ المعلومات والبيانات استفادة استفادة اللاحق من السابق صحيح اليوم هذه كلها حقيقة بلا شك أنها الشريعة تدعو إليها وتحث عليها اليوم توفير المال مطلوب الله ينهى عن الإسراف المحافظة على الجسد مطلوب ولا تختلوا أنفسكم المحافظة قضية أيضا على يعني يعطاء النتائج الإجابية السليمة اليوم بلا شك أنها أيضا هذا كلها مما تدعو إليها الشريعة صحيح فكما ذكرت أن الموضوع يحتاج إلى مزيد بحث لا شك لكن أنا أجزم أن يمكن كثير من المسائل بحثت وهناك قضايا نقول اليوم مسلمات الفقهاء لا يقفون نحاء لدونها ولا يتأخرون حتى في إعطاء الحكم الشرعي لها يعني فيما يتعلق مثلا في مقاصد الشريعة ضرورة حفظ النفس ضرورة حفظ المال أيضا حتى في الجانب الذكاء الصناعي هناك حفظ المال جزء من كبير منها بالضبط فهذا نقول اليوم بالعكس لا يوجد حقيقة اليوم نوع من التردد في إعطاء مثل هذه للتقنيات حكم ولا أيضا تأخر فيها يبقى إذا قلنا نسبة ما يتوقف عنده فيما يحتاج إلى مزيد بحث أنا في ظن لا يتجاوز خمسة بالمئة إذا مؤقل من ذلك نحن نرى إذا صح التعبير جوانب افتراضية للذكاء الصناعي نقول جوانب سلبية بعد شفناها لكن نقول هل هالجوانب هذه تعتبر تخلي الذكاء الصناعي نعمة أم نقمة في هذا الجانب هذا اليوم الذكاء الصناعي مثل أي مخترع حديث اليوم يعني جزء مننا التليفون الذي يريدنا فيه نعمة ونقمة اليوم أي جهاز يستخدم الإنسان خطورة أكبر ذكاء الصناعي لكن نقول لا شك أننا ما عندنا شك أننا مصالح استخدام مثل هذه الأجهزة للفوائد التي ذكرتها بالضبط تفوق أن تكون نقمة بالعكسية نعمة صحيح لكن كما ذكرت كنا نقيد أو نضع بعض الضوابط هذا لا يعني اليوم أننا نتخلى عنها ونتخوف منها ولا نخوض يعني غمار البحث في مثل هذه ممتاز نذكر علي إذا صح التعبير هل هناك يعني مصطلح يسمى أخلاقيات الذكاء الصناعي في المجال الطبي ذكر علي دعنا أقولها بطريقة أخرى نعم ما هي أخلاقيات المهنة الطبية بشكل عام بشكل عام نعم ويدرج داحتها أخلاقيات الذكاء الصناعي جميل الذكاء الصناعي إذا خلناه على قولتهم بلا قيود قد يقوم بأي عمل غير أخلاقي نعم ممكن يقوم بذلك ؟ ممكن يقوم بذلك سنقول بشكل غير أخلاقي بما لا يتناسب مع قيمنا الإسلامية بما أنه جهاز هذا الجهاز لا يفكر هو الجهاز يفكر بقدر كم المعلومات الموجودة داخله وهو دائما بحاجة إلى مراقبة هذه المراقبة لازم تكون من قبل الطبيب المختص الذي يحمل هذه القيم وخاصة هي قيم الإسلامية وقيمنا العربية في محاولة ثانية عن عمل أي عمل قد أهم شيء لا يضر المريض وأيضا لا يتعارض مع قيم الإسلامية هل حاليا هذا الذكاء الصناعي مستخدم بشكل كبير عندنا في الكويت حاليا بشكل عام استخدامات الذكاء الصناعي في الكويت جدا محدودة محدودة ما زالت ولكن إن شاء الله نتأمل في المستقبل لتكون أكبر وأكبر وأكبر نعم كل المستخدم حاليا هل وفر عليكم أمور كثيرة في جانب التشخيص تحالي الفحوصات أم نازلت وما تستغلون أمور تقليدية في جانب الطبي لكو علي ما زال الطب تقليدي ما زال ما زال تقليديا يستخدم أحدث التقنيات ولكن نتأمل في المستقبل القريب أن تقنيات الذكاء الصناعي التي تخدم تخدم الطبيب وتخدم أيضا المريض يتم إدخالها بشكل تدريجي وبشكل الأهم من ذلك بشكل محسوب جميل الدكرة محمد هل تواجهون بأسئلة فقهية خاصة بها الذكاء الصناعي على الدكرة محمد مثلا واحد يقول لك إذا صلى فيه ناس تغفر الله واحد من ذكاء الصناعي وصار إمام مثلا هل هذه السئلة المثارة عندكم فيها وثيرة وثيرة بس هناك جزئية تتعلق في جانب الذكاء الصناعي في الجانب الطبي قبلها جاوب إن شاء الله تذكر اللي هو قضية اليوم يعني اليوم حتى تنتشر قضية اليوم قبول الناس للتعامل أو العلاج عن طريق الذكاء الصناعي لابد أن تهيأ الأرضية إقناع الناس مهم وفي الشريعة عندنا ما يسمى بإذن المريض يعني إذن المريض هذا أيضا أمر مطلوب حتى اليوم معمول به من الجانب القانون يمكن تعرض جسد إنسان دون الرجوع للنفس حتى شفقة الإبن اليوم ما تبيح لك شرعا أنك تقول والله سو عملية لأبوي لأن أنا أرى المصلحة في ذلك مو حقك يعني مدام هذا عقله معاه ويختار هل يسلك هذا الطريق أو لا يسلكه بالنسبة لقضية الإمامة وعدمها طرحت هذه القضية وطرحت يمكن في جانب بداية كان في نوع من التندق نعم لكن حقيقة المسألة بحثت فيما أذكر في مجمع الفقه في لجنة الفتوى في الأزهر جانس سؤال بنفس هذا وحتى أظن طلعت على فتوى موجودة في دار الإفتاء العمانية قبل فترة وطلحت هذه القضية وكانت الأجوبة غالبا تدور أنها لا تجوز لسبب أن الإمامة جانب تعبدي يعني بعيدا عن موضوع التقنية وكهذا تستخدم في اليوم فيما يتعلق في الأمور الحسية المادية لكن الجانب العبادي لا بد أن يكون هناك إمام يتحمل مسؤولية الإخلال بصلاة الناس يكون قبل ذلك بشر عند عقل طبعا يعني اليوم حتى لما نجي عند قضية القضاء مثلا يعني اللي كانوا يقفون عند قضية تقنين مواد الشريعة واستجعلها كمواد قانونية في التقاضي كان يمنعهم شيء واحد أن القضاء قضية مبنية على الاجتهاد وهذا لا يتصورها اليوم الذكاء الصناعي يعني في قضايا تدخل فيها قضية اليوم أحيانا تقدير الجانب التقديري الجانب العاطفة جانب المراعاة المصالح والمفاسد في المستقبل هذا ما يتصورها الجهاز هذا عند حكم واحد علم طبعا نقول نفس الشيء قضية الإمامة يا سلام وجود اليوم لو جيت أخطاء التي يقع فيها المأموم والإمام صحيح قد تكون أخطاء مستجدة يعني اليوم لو قلنا برمجنا الذكاء الصناعي لو قلنا إمام قبل وقت كورونا ثم جاهز زمن كورونا بنوازلها الموجودة اليوم ستعطيك أكيد نتيجة مختلفة أيضا في ذلك أن العبادات جانبها التعبدي أظهر من قضية اليوم استخدام مثل هذه التقنية التقنية استخدامها في الوسائل صحيح يعني ما نقول رفع الأذان بالمكروفون أحدا أننا لا لدينا مشكلة موضوع اليوم مثلا وضع بعض البرامج في المساج صحيح وكان الجواب أن الأذان شعيرة وعبادة يجب أن يقوم فيها متعبد مؤذن كذلك الإمامة نعم وكذلك الإمامة باب أولى لا شك لا شك أيضا دكتور طرح موضوع جميل ودي أسر فيه دكتور علي بعد دكتور بالنسبة لي هذه التقنيات دكتور الجديدة سواء ذكا الصناعي أو أي تقنية أخرى هل دكتور علي تترك حوار بينك وبين المريض يعني تحطى بالصورة أنه سأستخدم معك هذه التقنية واتفاصيلها دكتور علي طبعا لا يمكن عمل أي عمل تدخلي على المريض خاصة أن عمله يعني فيه قطع وفتح وهذا فهم أنت لازم المريض يكون عنده اللي هو الموافقة المستنيرة نعم وهذا شيء جدا مهم أنك تشرح للمريض خانقول التفاصيل كامل التفاصيل كامل من أول ما يدخل المستشفى ما هي الأشياء المطلوبة منه يوم العملية ما سنستخدم الأجهزة وما سنستخدمها وما سنطول وما هي المضاعفات المحتملة هناك مضاعفات و هناك أخطاء طبية عادة المريض عندما يوقع على الموافقة المستنيرة وكأنه يعطي الإذن نقول نوع من المسامحة في حقه في حال حدوث المضاعفات يسر ولكن في حدوث الأخطاء هذا سنقول موضوع آخر لا شك لا نتطرق له فأكيد المريض عادة دائما دائما الإنسان يسعى أن يحصل أفضل أنواع العلاج صحيح فأنت عندما تتكلم معه عن طريقة بموجود تقنية يديدة دقتها عالية الدراسات مالتها التي أثبتت فعاليتها عادة المرضى بشكل عام يقبلون على مثل هذه الإجراءات يحسون بارتياحة أكبر نعم يحسون بارتياحة أكبر طبعا من السهل أنك تحاول معه في جانب تقني تطبيقي حديث سنقول ذكاء إصطناعي وما شابه هل سهل توصل للصورة تتكلم عليه طبعا ما العام نحن مأمورين بمخاطبة الناس سنقول كل الإنسان على قدر ثقافته قدر ثقافته ومعرفته صحيح فنحاول بقدر المستطاع سنقول الإنسان البسيط أن نوصل الله المعلوم بطريقة بسيطة والإنسان المتعلم المثقف العالم سنقول طريقتها مختلفة تماما فكل إنسان مختلف عن الآخر شون توصل الله المعلومة نعم وتكون رؤوف في تعاملك معه بحيث أنه لا يحس بالخوف أو الرهبة بحيث أنه يمنع نفسه من انتلقي العلاج نعم أيضا نذكر محمد طبعا جوانب كثيرة تحتاج إلى هذه الضابطة الفقية في العصر الحالي منها تتكر أيضا التعاملات الإلكترونية أيضا وسائل التواصل الاجتماعي هذه بحذاتها تحتاج إلى فوق خاص بالتعامل معك المحمد نعم صحيح طبعا في التطبيقات المعاملاتية مثل ما قلنا الفقهاء قطعوا شورط لأنها نوقشت بطريقة كبيرة بضبطة يعني يمكن كان آخرها قضية العملات الرقمية وقضية اليوم البيع عن طريق الإنترنت والتعاملات التعاقدات هذه كلها مبحوثة بشكل كبير والذكاء الصناعي في مثل المعاملات المالية يعني الفقهاء المعاصرين ما يمنعوا منها ويجعلون هذا الجهاز هو عبارة عن خلنا نقول هو عبارة عن ما يسمى بالمصطر الحديث بالوسيط أو الوكيل وهذا واضح يعني لكن مع ذلك هذا لا يخلي مسؤولية المتعاقدين جميل يعني اليوم كون عندك جهاز تتعامل فيه لكن في متاجر اليوم في الأمازون وين كنت شفتوها اليوم لا يتدخل البشر فيها أبدا تشتري وتخزن وتنقل وتنتقى بحسب مثلا حتى اللون وحتى الحجم وحتى كذا دون تدخل أي إنسان لكن نقول هذا لا يعفي اليوم الجهات المالكة لمثل هذه البرامج التي تدخل فيها الذكاء الصناعي من قضية المسؤولية في حال وجود الخطأ قضية الضمان قضية عدم التسليم قضية الأمور الطارئة التي ممكن تحصل إلى الأرض واضح إذن الحوار كما معكم فعلا ممتع وشيق لكما شرى الوقت مر سريعا نشكركم كل شكر أضيفي كرام الدكتور محمد أضاوي العصيمي أستاذ ورئيس قسم الفقه وأصوله في كل شفرية في جامعة الكويت و أيضا الدكتور الفاضل علي عبد الوهاب اختصاصي قسم جراحة المسالك البولية و أيضا الروبوت الجراحة نقول لكم كل شكر لكم و ساعة بلقاءكم قواكم الله أيضا شكر موصول لكم و حبيتنا هذه المتابعة انتظرونا في حلقة مقبلة و نقول لكم في أمان الله و مع السلامة